اهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية نبدأها بالعنوين لأول مرة محكمة ألمانية تحكم بسجن لأربع سنوات ونصف على ضابط في ميليشيا أسد لارتكابه جرائم ضد الإنسانية بحق معارضين طائرة حربية يونانية تتحرش بسفينة أبحاث تركية وتركيا ترد مقتل شاب وجرح آخرين بقصف مدفعي لميليشيا أسد جنوب إدلب ميليشيا حزب الله تجند مقاتلين لصالحها جنوب حلب وزير الخارجية الأمريكية توعد نظام أسد بالمحاسبة على استخدامه الكيموي ضد الشعب السوري أعمل شغب في سجون الأكوادور تخلف ستين قتلا أهلا بكم أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في بلدة كوبلينز الألمانية حكمها الأول في قضية الضابطين في ميليشيا أسد المتهمين بجرائم ضد الإنسانية بحق معارضين لنظام أسد وحكم قاضي المحكمة على الضابط السابق في ميليشيا أسد إياد الغريب بالإدانة والسجن لمدة أربع سنوات ونصف بعد عشرة أشهر من المرافعات وسماع شهادة سجناء سابقين استندت المحكمة في إصدار حكمها على عدة أدلة منها إفادات شهود من الضحايا الذين عانوا من الاعتقال القسري عبر الهاتف ينضم إلينا رئيس المركز السوري للدراسات القانونية من برلين الأستاذ أنوار البني أهلا بك أستاذ أنوار يعني جهودكم المبذولة خلال الشهور الماضية اليوم تؤتي ثمارها كيف تصف هذا الحكم الذي توصلت إليه محكمة كوبلينز يعني أعتقد أنه أولا عادل وسانيا دقيق ونحن سعداء جدا بصدور هذا الحكم بواقع أن الحكم وإن كان استهدف أحد المتهمين أمام المحكمة بجراءة ضد الإنسانية لكن قرار الحكم بحيثياته وحسب ما قرأته القاضية كان من موجود في خفص اتهامه والنظام السوري كله بكل أركانه وحتى رأسه وبالتالي نحن سعيدين جدا بصدور هذا الحكم وخاصة بحيثيات التي بنت عليها القاضية حفظها أستاذ أنور هل سيتم الاستناد على هذا الحكم بقضايا أخرى وخصوصا أن القضية المرادفة لإياد الغريب هي قضية أنور رسلان يعني هذا الحكم هو مؤشر لما يمكن أن يحكم به أنور رسلان ويحكم به آخرون في أي مكان أكيد وحكم به إياد غريب لأنه سهل ارتكاب جرائم تعذيب 30 شخص مؤشر أكيد على ما يمكن أن يحكم به أنور رسلان متهم بتعذيب 4000 شخص وقتل 52 شخص تحت تعذيب بالإضافة إلى قضايا عمف شنسي وأغتصاب وبالتالي نعم هو مؤشر ومؤشر إيجابي جدا بالنسبة لنا نعم طب أستاذ أنور يعني أربع سنوات ونصف بالنسبة لجرائم ضد الإنسانية بحق معارضين كيف تنظر إلى هذا الحكم وما المقصود به أنا أعتقد بأنه حكم عادل أولا لأن إياد لم يقوم بالجريمة بنفسه ولم يتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإنما تهم بتسهيل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تعذيب 30 شخص بتسليمهم للفرع وكما أن الإيجابي أن المحكمة أخذت في عين الأتبار أن إياد تعاون مع المحكمة وأدل بمعلومات وأدل بكل ما يمكنه لمساعدة التحقيق ومساعدة المحكمة بإضاحة صورة ما معها شكرا جزيلا لك أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات القانونية كنت معنا من برلين أعلنت تركيا انطلاق مناورات بحرية باسم الوطن الأزرق في كل من البحر المتوسط وبحر إيجا في الوقت الذي تصاعد فيه التوتر مع اليونان بسبب أنشطة مسح تنفذها أنقرة في شمال بحر إيجا وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان لها أن المناورات البحرية ستستمر حتى السابع من آذار المقبل بمشاركة 87 سفينة حربية و27 طائرة و20 مروحية جاء ذلك في الوقت الذي أوضحت فيه الدفاع التركية نقواتها ردت على تحرش أربع مقاتلة يونانية بسفينة تركية تجري أبحاثا في المياه الدولية شمال بحر إيجا ينضب إلينا دكتور سمير صالحة الأكاديمي والمحلل السياسي معنا من إسطنبول أهلا بك دكتور سمير يعني تصاعد مجددا التوتر بين أثينا وتركيا إلى أين سيتجه هذا التوتر صحيح صحيح دعيني أحيي الجميع أولا يعني هذا التوتر برأيي الآن لم يعد فقط توتر تركي يوناني بعض العواصم الغربية والإسليمية تريد أن تستفيد من هذا التوتر وتريد أن تدعم أثينا بشكل مباشر باتجاه مواصلات هذا التصعيد في علاقاتها مع تركيا الحديث يجري عن محادثات استكشافية كما تعرفين باتجاه التهديئة وفي نفس المرحلة نرى هذا التصعيد اليوناني الواضح ضد سفينة تذهب باتجاه القيام بأعمال علمية شفاة علمية في بحر إيجا الرد التركي برأيي لم يتأخر وأنا أظن أنه هذا مؤشر آخر على أنه جهود تهديئة لأن تتراجع بشكل واضح على حساب المزيد من التوتر في العلاقات بين البلدين دكتور سمير من المستفيد اليوم من هذا التوتر؟ أنا أظن أنه هناك أكثر من لاعب إقليمي يقدم الدعم لأثينا الولايات المتحدة الأمريكية في المناورات اليونانية الأمريكية الأخيرة التي جرت في منطقة تراقيا الحدودية بين اليونان وبين تركيا هذا الحجد وهذه التعبئة في هذه المناورات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والأنبالي تقول أن واشنطن تريد أن تقيم فكنة عسكرية في تلك المنطقة هذا يحكس حقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية ردارة الأمريكية الجديدة هي الآن الذي يشجع بالدرجة الأساسية أثناء على هذا التصعيد طبعا إلى جانب السياسات الفرنسية التابقة في شرق المتوسط ومحاولة بناء منتدى الغاز واستبعاد تركيا من هذا التكتل الآن طبعا هناك عواصم إقليمية أخرى تحاول بشكل أوضي آخر من وراء السار أن تقدم الدعم السياسي والعسكري إلى اليونان وبين هذه العواصم مع الأساس بعض العواصم العربية كما نتبه شكرا جزيلا لك دكتور سمير صالحة الأكاديمي والمحلل السياسي كنت معنا من اسطنبول قتل مدنيا وجرح آخرون بقصفا مدفعيا لميليشيا أسد استهدف جنوب أدلب وذكرت مصادر محلية أن ميليشيا أسد قصفت بثلاث قذائف مدفعية برجا بشبكة الإنترنت ما أسفر عن مقتل الشاب ساهر جزار المسؤول عن هذا البرج كذلك استهدفت غارة جوية نفذتها طائرة حربية تابعة لميليشيا أسد في محيط بلدة البارة في جبل الزاوية جنوب أدلب وأصيب ثلاثة مدنيين بجروح في عفرين أصيب ثلاثة مدنيين بجروح إثر تفجير سيارة ملغمة في عفرين شمال حلب وذكرت مصادر محلية أن تفجيرا ناجما عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة في شارع الفيلات بالمدينة الخاضعة لسيطرة فصائل الجيش الوطني ما أدى لإصابة ثلاثة مدنيين إضافة لأضرار مادية في منطقة الانفجار جندت ميليشيا حزب الله اللبنانية دفعة جديدة من المقاتلين بصفوفها جنوب حلب وذكرت المصادر أن عدد المجندين وصل لمائة وخمسين عنصرا تم تدريبهم على يد مدربين لبنانيين لخمسة وسبعين يوما على جميع أنواع الأسلحة بما فيها الثقيلة وذلك تم في معسكر أنشأته الميليشيا حديثا في محيط بلدة العيس وأكدت مصادر أن التجنيد يتم عن طريق سماسرة مقربين من ميليشيا حزب الله والحرس الثوري الإيراني قتل عنصراني من ميليشيا لواء القدس التابع لإيران شرق ديرزور بلغم أرضي وفدت صفحاتنا محليانة لغم أرضيا انفجر بعناصر من الميليشيا في بادية الميادين شرق ديرزور ما أدى لمقتل عنصرين وجرحي آخرين أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أن من لا يلتزم بالمعايير الدولية المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيموية لا يمكن أن يفلت من العقاب وأوضح بلينكن في مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح الكيموي أن نظام أسد استخدم مرارا الأسلحة الكيموية ضد شعبه وفشل في التعاون مع منظمة حضر الأسلحة الكيموية الكامل عن برنامجه الكيموي وتدميره بشكل يمكن التحقق منه مضيفا أن روسيا قدمت المساعدة الدبلوماسية والعسكرية لنظام أسد من أجل مواصلة سلوكه المدمر جددت المفوضية الأوروبية موقفها الرافض في المشاركة بإعادة إعمار سوريا دون إحراز تقدم في المفوضات السياسية وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها لا تساهم في إعمار سوريا إلا بعد دخول نظام أسد في مفاوضات حقيقية مشيرة إلى أنه يمنع أي تقدم في هذا الملف مضيفة أيضا أن قضية سوريا لم تعد في سلم أولويات المجموعة الدولية قتل أكثر من ستين شخصا نتيجة أعمال شغب في سجون ثلاث مدن بالإكوادور وذكرت السلطات أن الشرطة تسعى لاستعادة السيطرة على المنشآت بعد أعمال شغب بين عصابات متناحرة تحاول الهروب وكشف مدير السجون في الإكوادور أن 800 فرد من الشرطة يساعدون في استعادة السيطرة على المنشآت قال طوم حرب مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية في حديثه في برنامج تفاصيل أن على الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن أن يستعمل الرصيدة الأكبر المتروك له من سلفه ترامب للتعامل بجدارة وذكاء في الملف النووي الإيراني وإلزام إيران بتفكيك أجندتها في منطقة الشرق الأوسط بأن هناك رصيد سياسي تركه له الرئيس رقم وعلاه أن يستعمله وإذا استعمله بجدارة زكية وبتنسيق مع الدول العربية وبإسرائيل من الممكن العودة إلى اتفاق نووي يلزم إيران بتفكيك أجندتها في المنطقة إن كان الحوسيين الذين يهددون الخطر على المملكة العربية السعودية وإن كان حزب الله في لبنان التي يملك القدرة العسكرية على الحكم في لبنان في الوقت الحاضر وكذلك التغييرات الديمقرافية التي تحصل في سوريا من كبل النظام الإيراني وأجندته إن كانت متمثلة بحزب الله أما بغير أما في الداخل العراقي من كبل الحشد الشعبي الذي يمثل تيارات وفصائل عديدة لمصلحة إيران بهذا نصل إلى ختم هذه النشرة المزيد دائما على منصات أوريانت على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا على الموقع الإلكتروني أوريانت داش نيوز دوت نيت شكرا لتي بالمتابعة وبإمان له